اشتركوا في القناة تحتوي على خريطة غير كاملة للمملكة المغربية واتضح جليا أن الشركة الفرنسية دخلت على خطى الأزمة الفرنسية المغربية إذ لم يسبق للأخيرة أن قامت بإنتاج أقمس دون خريطة المغرب كاملة والجليا في القضية أن الشركة اختارت هذا الوقت بالضبط في محاولة منها لإظهار فرنسيتها بينما أصح أن تبقى بعيدة كل البعد عن هذا الموضوع على اعتبار المغاربة كثيرا ما يرتدون كل ماركات لاكوستا القضية اتخذت طبعا جديدا اتعددت الدعوات لمقاطعة ماركات لاكوستا فيما كشفت منابر إعلامية متفرقة أن وزارة الصناعة والتجارة المغربية تستعد لمنع ترويج هذه القمصان داخل المغرب نشكركم على حسن المتابعة إلى اللقاء